احنا على فكرة عارفين ان الشيطان عنده خطة عارفين ان الشيطان عنده خطة وبيزق الناس كلها عشان تنفذوا الخطة دي لكن الارض دي ارض طهرة ومحروصة وفيها حفظ الله سبحانه وتعالى لكن ازاي نحافظ عليها ونفضل على طول موطنين فيها ان هي الحسن والمنع مش لمصر بس ولا للقدس بس لكن للامة كلها شايفين بعيننا دلوقتي ان مصر دلوقتي على فكرة محدش يقدر يقول حياتا يا غريب لما حد يسألوا الجواب ايه الجواب مصر العبارة ايه العبارة مصر بس طبعا الكلام ده عندي ناس كتيرة لأ هم مصرين على ان هم يمشوا مع مخطط الشيطان ودايما الشيطان له مكر ومن مكره اللي احنا بنعرفه ان هو بيرسم دايما الخطط وبيوهم الناس كلها ان الناس كلها هو مسيطر لدرجة النوع كل الناس هتمشي على خطته وبيدعي ان كل اولاد ادم هيمشوا عليها في الاخر خارس هتمشوا عليها حتى لو شفنا بعض الناس بيمشوا عليها وخطته صحيح فيها استفزاز وفيها نوع من انواع الحس على ان الناس عشان تبقى في مكانتها وفي صورتها لازم تعمل خطته لكن في الحقيقة هو يفضل الشيطان والشيطان ويفضل اولاد ادم المخلصين مش هيسيبوا الشيطان يخرجهم من ثبتهم صحيح ودايما بيستخدم الارهاب والتفرقة بس الحمد لله اهل الارض دي ما بيرهابوش بس على فكرة وهم اللي شطرين في القضاء على الارهاب عارف ليه بش ما يخافوش لما الارهاب حتى يكون مصنوع ومصدر لنا برضو سينا بتبتلعوا ولذلك ببساطة خالص احنا اقولك حاجة عشو بس لما يسمعوني يفهموا كويس قوي احنا شطرين قوي في مقاومة الارهاب اي ارهاب في الدنيا الارض دي بتبلع الارهاب فمحدش بيقدر يرهبها عنا سبتين زي ما احنا فالارض والارض احنا متماسكين بيهم وكمان لازم نفوق اصحاب المصالح في العالم كله المصالح دي مش هتفضل اللي هيفضل هو الانسانية والاخلاق والقيم دي خطة ابليس والشيطان اللي مش بتتغير ابدا ارهاب وتفرق احنا قادرين نتعامل مع الالهاب لكن في الحقيقة اهل الرباط لا يضرهم من خذلهم متمسكين بالحق ليس فقط بيستقبلوا استفزاز ابليس اللعين لكن هم كمان بيقدروا يتعاملوا معها بحكمة لنده اللي تعلموه من رسول الله سلم لما استفزوه وحاولوا يدخلوه في معركة كرسول الله سلم عارف انه يوم من شوقتها ومع ذلك هو تمسك وعمل صلح الحضيبية حتى البعض الصحاب قالوا لما نرضى الدينية في ديننا ألسنا على الحق صحيح بس ابليس ما يتحكش علينا ويخلينا نمش وراه ونزاك النبي صلى الله عليه وسلم فهمهم انه النبي ولا كذب فالمسألة ان ابليس بصنعته لخطته بسوأ للناس الخطة دي دايما ولا يستطيع انه ينتصر على أهل اليقين يقين ايه ولا ينصرن الله من ينصره ترجمة نانسي قنقر